تلقى حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من سموه شيخ سلمان بن محمد الخليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة رفع فيها إلى جلالته أسماءات التهاني والتبريكات بمناسبة فوز مملكة البحرين بالميدالية الذهبية في سباق 3000 متر موانع للسيدات في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وأعرب سموه في برقيته عن اعتزازه الكبير بهذا الإنجاز المشرف والذي يؤكد ما وصلت إليه الرياضة البحرينية من تطور كبير بفضل رعاية ودعم جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه لقطاع الرياضة بالمملكة